الدكتور طارق أحمد تمراز أستاذ البيئة البحرية والتلوث وأيضا مدير برنامج إيراسموس للماجستير في إدارة التغيرات المناخية في جامعة قناة السويس يا مرحب وسهلا فيك في مسألة المناخ يا هلا ومرحب فيك دكتور بداية دكتور يعني شو سبب ظهور اليوم أسماك القرش وأيضا الحتان في مناطق قريبة من الشاطئ في هذه الفترة يعني مثل الإسكندرية والحادثة اللي شفناها والغردقة أيضا في مصر وأيضا حتى ليبيا واليمن هو زي مع حضراتكم جميعا والمشاهدين تعالوا أن أسماك القرش من الموجودة منذ قديم الأزل من أكثر من 600 مليون سنة على الكرة الأرضية قبل الديناصورات وهي أسماك على قمة السلسلة الغذائية في البحار سادة البحار كما يقولون وأنها موجودة في كل أنواع المياه ولكن بيجي في موسم من شهر مايو وشهر يونيو ويوليو بيبدأ موسم للتكاثر في المنطقة المحيطة بينا لأنه بيحصل له شيفتينج أو بيمتد قليلا في المناطق الأخرى حكاية أنها بتقرب من الشواطئ ده بيعتمد على وفرة الغذاء في بيئتها الطبيعية اللي هي في الأعماق أو في المياه البعيدة عن الشواطئ طيب ما لقيتش أسباب للتغذية في هذه البيئة الطبيعية بتبتدي تبحث عن الغذاء في مناطق أخرى قريبة يعني وده السلوك المعتاد عليه أو أنها بتتجول في المنطقة من أجل التكاثر والبحث عن مكان مناسب للتكاثر وده معروف في الحيتان الكبيرة زي الجريت وايت شارك أنه ممكن يسافر بمئات الكيلومترات يبحث عن مكان مناسب للتكاثر صحيح الأوقات ديت مرتبطة بموسم التزاوج طيب دكتور طارق ذكرت الآن بأن وجود أسماك القرش في البحر المتوسط خلال هذه الفترة هو أمر طبيعي للتزاوج والبحث عن طعام صحيح؟ أه بالضبط أقول الأسباب العامة مش خاصة للكيس بتاع الكبيرة طيب خاصة شو الأسباب؟ صحيح نقدر نقول أنه عندنا أعدادهم في البحر المتوسط وأعدادهم في البحر الأحمر تقريبا متقاربين حوالي 48 نوع من أسماك القرش سواء هنا أو هناك اللي حنيجي للنقطة اللي بتخوف الناس هل هناك مظاهر أو حدث قبل كده أتاك من سمك القرش على السائحين أو الصيادين في البحر المتوسط من 1900 حتى الآن عدد قليل جدا من الهجمات حوالي 50 هجمة بالمصادفة عدد منهم حوالي 10 وفيات طول المائة عام الماضية فبالتالي ما فيش حاجة تدعو للقلق بالنسبة على الصور اللي احنا شفناها على اسكندرية ده نوع صغير رجل الصياد مصطاده من المياه العميقة مش من المياه القريبة يعني هو ما جايش إلى الشاطئ الصور المتدولة عبر الإنترنت يعني هذا ما يمثل أي خطورة حتى لو كبر مثلا؟ لا فإنه هو مش هيكبر هو بيدور على جزائه فهيدور على جزائه في أماكن تانية هو مش ثابت في نفس المكان وليس على الشاطئ مثل ما ذكرت بالضبط كده نقلق زي مثلا في حدثة الغرداء أنه فيه سمكة كبيرة موجودة على الشاطئ سمكة كبيرة بل وممكن تفترس إنسان أو تهاجمه هذا يضع للقلق إنما في الحدثة هذه سمكة مستضهة من المياه العميقة على بعض كما يقوله ثلاثة كيلو مص أو أكثر فلا تمثل أي خطورة أكيد فعلا دكتور تفضل تفضل خطرا على السياح أو مرتدي البحار؟ بالطبع لا يا سندم نتكلم كلام هالمي هو أحنا اللي بنأذي سمكة القرش تصور لنا لو ألتها مع حضرتك على اللي بيحدث في كميات أسماك القرش اللي بيصدها الإنسان في كل البلدان رهيبة جدا إحنا الأيام اللي فاتت الأسبوع الماضي في الدنمارك في الجزر فارو عندهم تقليد بيتبعوا كل عام أنهم بيقتلوا أعداد كبيرة من الدرافيل والحيتان على الشوط ففعلا أوه حاجة مجزرة بشعة فإحنا بالتالي إحنا بنقول ما فيش حاجة تدعو للقلب بالنسبة للمصطفين أو الصيادين ولكن إحنا يجب علينا إحنا كإنسان إن إحنا نحافظ على تعاملنا مع البيئة البحرية نقلل من الصيد الجائر علشان الأسماك تلاقي أسماك اللي هي الكبيرة زي الإرش تلاقي الأسماك الطبيعية التي تغذى عليها وبالتالي مش هتطلع علينا إحنا ناحية الشواطئ أبدا صحيح ولكن دكتور طارق هل لموضوع التغيرات المناخية سبب بهذا الموضوع تواجد القروش وأيضا الحيتان في بعض الأحيان على الشواطئ في العديد من البلدان وليس فقط يعني في مصر بالفعل هو بالفعل سؤال يعني يعني يطور عليه تساؤلات كثيرة حاليا فعلا هو بعض الدراسات وآخرها في دراسة من الأمم المتحدة بتقول أنه ممكن من أن التغيرات المناخية هتأثر على البيئة البيئة اللي احنا كلنا بنعيش فيها اللي هي البيئة المناسبة لنا يستفع درجة الحرارة أو احنا بنقول في أيام مطيرة أو توفر الغذاء فبتخلي الكأن يبتد يبحث عن غذاء مناسب أو بيئة مناسبة في أماكن أخرى ونتج عنها ظاهرة اسمها الهجرة للشمال فزي ما حضرتك بتقول كده تبتدي الكائنات يمتد نطاق تواجدها لمسافات أكبر ما كانتش بيتم رزاها فيها وتروح لأماكن أخرى كثيرة فممكن فعلا أنها تؤثر بفعل على أماكن تواجد الأسماك القرش أكيد الله يبعد علينا دائما وأبدن هذه المخاطر أكيد دائما وأبدن ونشوف أكيد نفس هذه الحوادث دكتور طارق أحمد تمراز أستاذ البيئة البحرية وأيضا التلوث كل الشكر الجزيل لك على مدخل عافية